صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها البداية مع جديد صفقة تويتر وألون ماسك حيث صوت غالبية مساهمي منصة التواصل الاجتماعي لصالح بيع التطبيق للملياردير الأمريكي وفي هذا الإطار قالت شركة تويتر أن أموالا دفعتها وتقدر بأكثر من 7 ملايين و700 ألف دولار لمقدم بلاغ ضدها وهو مسؤول أمني سابق لديها لا تنتهك هذه الدفعة أي بنود في صفقة شرائها بمبلغ 44 مليار دولار المبرمة مع ألون ماسك بعد أن بذل الأخير محاولة جديدة لإلغاء الصفقة وكان المبلغ عن الثغرات الأمنية في تويتر بيتر زاتكو قد مثل اليوم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي وكشف أن موظفين بالشركة كانوا قلقين إذا احتمال قدرة الصين على جمع بيانات المستخدمين ما يثير مخاوف جديدة بشأن التدخل الأجنبي في منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة وبالانتقال إلى منصة إنستغرام التي واجهت عدة شكاوى من قبل مستخدمي التطبيق بسبب مشكلة تتعلق بالصوت عند القصص المنشورة حيث أبلغ المستخدمون عن مشكلة مزعجة تسببت في إلغاء كتم صوت الستوريز بشكل غامض الأمر الذي اعتبره البعض في بادئ الأمر ميزة جديدة تعتزم إنستغرام إطلاقها ليتم فيما بعد ليتبين فيما بعد وبحسب ما نقلته مجلة نيوزويك عن شركة ميتا أن مشكلة كتم الصوت هي خطأ تعرض له مستخدموه هواتف آيفون بالذات الأمر الذي وضعهم في مواقف محرجة خاصة لمن كان يجلس في بيئة هادئة أو في مكان العمل ولا تزال الشركات تحاولوا حتى الآن العمل على إصلاح هذا الخلل وريتما يتم ذلك طرحت ميتا حلا مؤقتا يتمثل بخفض مستوى الصوت على جهاز آيفون بالكامل نبقى مع إنستغرام ومع محاولاته الحثيثة للحاق بتيك توك إلا أنه يبدو بأنه يفشل في ذلك فبحسب وثيقة داخلية نشرت عبر صحيفة وولستريت جورنل وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فشل المنصة في هذه المنافسة الضارية وبالأرقام فأن رواد منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك يقضون نحو 198 مليون ساعة يوميا أي ما يعادل عشرة أضعاف ما يقضونه على تطبيقات ميتا ومنها إنستغرام الذي يقضي رواده أقل من 18 مليون ساعة فقط على مقاطع ريلز وأوضحت الوثيقة أن السبب وراء هذا التراجع يعود إلى أن أغلب مقاطع الريلز التي يتم نشرها أنشئت بالأصل في مواقع أخرى وخاصة في منافس إنستغرام اللدود تيك توك بالإضافة إلى أن افتقار منصة إنستغرام إلى صانعي المحتوى والمبدعين له تأثيره أيضا فمن بين 11 مليون مبدع على إنستغرام في الولايات المتحدة يتم نشر مليونين وثلاثمائة ألف منشور فقط كل شهر مسلسل لعبة الحبار الكوري الجنوبي من جديد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح أول عمل بلغة غير إنجليزية يفوز بجائزة أيمي بعد حصول بطل المسلسل على جائزة أفضل ممثل ومخرجه على جائزة أفضل إخراج درامي وفي الحفل الرابع والسبعين الذي أقيم في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلس تقاسم إنتجان كبيران جوائز أيمي التلفزيونية إذ حصل مسلسل سكساشن من أتش بي أو على جائزة أفضل مسلسل درامي فيما حصل المخرج والمؤلف والمنتج هوانغ دونك هيوك على جائزة الإخراج والكتابة المتميزين لمسلسل سكويد جيم عن الحلقة الأولى منه كما تم اختيار الممثل الكوري ليد جونج جي كأفضل ممثل عن دوره في المسلسل في المسلسل يصبح أول ممثل كوري جنوبي وأول ممثل من دولة غير ناطقة بالإنجليزية يفوز بجائزة أيمي التي تعتبر واحدة من أرفع الجوائز في مجال المسلسلات التلفزيونية في الولايات المتحدة هذا ووعد مخرج العمل بموسم ثاني أكثر من رائع على منصة ناتفليكس وعلى فيديو متداول يواثق لحظة فنية عفوية سجلتها إحدى الكاميرات في محطة قطار لندن بريج عندما قامت مديرة معهد الموسيقى في كلية بيمبروك بجامعة كامبرج أن لابود بالعصف على بيانو موجود في المحطة لتقترب منها حارسة الأمن مارسيلا التي صدف وجودها هنا في المكان وتطلب أن تشاركها الغناء على أنغام معزوفة لاتشاكيو بيانكا لهاندل لتلبي العازفة الطلب وهنا كانت المفاجأة بموهبة مارسيلا وصوتها الأبرالي الساحر وليتبين أنها في الواقع متدربة غناء سوبرانو ولتكون هذه اللحظة الفنية التي وصفت بالاستثنائية والتي نشرتها العازفة أن إلى العالم عبر صفحتها في تويتر حيث حصلت على أكثر من أربعة ملايين مشاهدة وألاف التعليقات التي تضمنت كلمات التقدير لهذا الثناء الفني المفاجئ وإلى لحظة مؤثرة أخرى تفاعل معها رواد المنصات الرقامية سجلت هذه المرة في محمئية رتتي للفيلة في كينيا ويظهر في الفيديو فيلاني صغيران يعانقان حارسهما بطريقة رائعة حيث قام الصغيران بلف خرطومهما حول جسد الحارس بكل حب وحماس وعلق رواد المنصات على الفيديو الذي حصل على ملايين المشاهدات بأن الحيوانات قد لا تتكلم اللغات التي صنعها الإنسان لكنها بالتأكيد تعرف لغة الحب والتعاطف ويمكنها التعبير عن هذه المشاعر بكل مهارة وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على المنصات الرقامية لليوم عودة من جديد إلى ساندي ومحمد